اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن الأمن مرتكز أساسي لتحقيق التنمية داعيا سموه إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف عبر الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابعه مؤكدا على مكانة الشرق الأوسط الاستراتيجية في النظام العالمي الذي يبرز البعد الجيو سياسي للمنطقة منوهن سموه بالجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ومؤكدا دعم المملكة الدائم ومساندتها لهذه الجهود والمساعي الإقليمية والدولية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسعدت الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعدت رئيس هيئة الأركان الفريق الركن ذياب بن سجر النعيمي في إطار أعمال منتدى حوار المنام الرابع عشر مع معالي السيد جيمس متس وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق حيث رحب سموه بزيارة الوزير إلى المملكة للمشاركة في المنتدى والذي يؤكد حرص الولايات المتحدة الأمريكية دوما على تأكيد إسهامها في دعم كافة التوجهات الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالميين وخلال اللقاء تطرق سموه مع وزير الدفاع الأمريكي إلى أهمية حوار المنام باعتباره منصة سياسية وفكرية لبحث ما يستجد من تطورات أمنية وسياسية في المنطقة من خلال نخبة من صناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي وما يسهم به من تعزيز الأمن والاستقرار ليصبح أحد أهم الملتقيات الدولية لمناقشة قضايا الأمن والبعد الاستراتيجي في التنمية كما تم تبادل وجهة النظر حول كيفية مواجهة تحديات التطرف والإرهاب وبحث العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر